أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تسعى للتقدم في المجالات كافة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين مشيرا إلى أن الدولة أطلقت مبادرة حياة كريمة لتطوير حياة ستين مليون إنسان بالريف المصرية وشدد الرئيس السيسي في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي لتجمع دول فيشجراد بالعاصمة المجرية بوداباست على أن مصر قيادة تحترم شعبها وتسعى من أجل تقدمها أن مصر دولة تسعى بإسرار وبعزيمة قوية جدا من أجل التقدم والتحضر في كافة المجالات والجهد الذي بزل في مصر خلال السبع سنين الفاته هو خير ودليل على ذلك حتى نوفر حياة كريمة نحن في مصر أطلقنا المبادرة تستهدف تحسين حياة ستين أنا أقول لهم تمانية وخمسين مليون ستين مليون إنسان في الريف المصري بكل ما تعنيها هذه الكلمة وما تحمله الرقم المحطوط لهذا الأمر يقارب بسوات مليار جني مصر في ثلاث سنوات حتى نغير حياة الناس في كافة المجالات في التعليم في الصحة أنا أسف يعني في الصرف الصحي في محطات المعالجة في الطرق في مياه الري كل شيء ترجمة نانسي قنقر